سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع الهام وصفة اليوم ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بالتبييد وعلاج تجعيد وعلاج التخاس ومشاكل الموجودة في البشرة تجربة البشرة و تبيضها و تقوم بوحيد اللون و تضون نمش الكلف من السيدات التي تبقى بها بالتشكل الكليف سواء فترة الحمل او لم يتلقى حملهم بعد الولادة بمتالج نمش كلف ستكون لديهم لجميع مشاكل المشاكل بصفة سهلة مهلة صحيحة بسيطة ونسمع الله ان شاء الله انتمنى انا تنال رضا وعجاب ستجربوها في القريب العاجل ترجعوا للفيديو سكسبوا لنا فتعلي كيف جزتكم قبل ما نتعرفوها لمكوي ناس ديالها فأنا بغير نقول لكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة باش تزيد العائلة تكبر إن شاء الله وضغطوا على زر الجرس باش هكدا يا أي فيديو نسلتو جيكم إشعار بأنني زلت فيديو في أي وقيت أكيد وعملوا اللايك لهذا الفيديو باش تزيدوا وتشجعوني فضلا وليس أمرا وأيضا تبغتاجوا هات الفيديو اللي عجبكم ونال الردة باش نشاء الله تعمل فائدة العدد كبير من الناس اللي كي سابعونا وكي شاهدونا فندوزوا باش نتعرفوا على المكونات ديال المصفة أول مكوين غادي نحتاجوا الطماطم أولى ماتايشة بخصوص الطماطم راهزوينة تكشي ليش كنقول لكم مني تكونوا كتستعملوها في الأكلات ولا في الشيوات ولا في السالات دائما كيبقى واحد الكيميات ديال ماتايشة كتبقى من رميوهاش دائما نستخدموها البشرات لوجهة ديالنا كتبقى من رميوهاشة نتخدموه مع بزف ديال الأشياء ونخلطوهن نعملوه البشرات لوجهة ديالنا أي شيء طبيعي رهزوين ومفيد لبشرات الوجهة سنحتاجوا واحد القطعات ديال الجبن الفرماج سنحتاج الماء ديال الورد ممكن تعويضوه بزيت الورد ممكن تعويضوه بزيت الورد ونحتاجوا النشا او ما يسمى بالدوراء او الماء الزيناء ممكن تعويضوه بطيل البيض ونحتاجوا واحد ما يلقص غيرادي ديال الحليب المجفف او للحليب النيدو يعني وكوينت صراحة بسيطة ورائعة في التبيض ورائعة في الالاج التجاعد فمهما كان العمر ديالكم يعني حتى وإن كنتو في عمر الخمسين ستين سبعين ان شاء الله تعالجوا التجاعد لانو كنعرفوه في هذا العمر هذا وفي هذا السين بالدود كيكونوا تجاعد قوية من الصعب اننا نعالجوها وانما وصفة اليوم ستكون ان شاء الله لها بالميرساد كما كان قولوه وغادي تعالج لكم ان شاء الله تجاعد وتعالج لكم جميع العيوب فبسم الله على بركة الله نبدأ وعلى بركة الله في الوصفة اول حاجة نأخذ القطعة بعدها الجبن نحن نمع كام جيدا ممكن تعويض الجبن باليوغورت ومن بعد أن نخذ اصير تماثم ملغة ينشا اشتركوا في القناة نضيف كمية من ماء ورد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف كمية من الحليب المجفف اشتركوا في القناة نضيف كمية اشتركوا في القناة نضيف عن احتفظ فقط ديال ماتش وها هي المصفى صبحت جاهزة للاستخدام رائع جداً في القاوم دياله سنطبقوا معاكم باش تلاحظوا هذا هو الشكل الوصفة تغلي واحدة تنشف ثم تغسلوها ترتبوا البشرة الوجهة بأي حجم عسام دين عليها أساسية نوعية البشرة الوجهة مش هي جفاح سلسة دهنية بشرة عادية أو مختلطة فترتبوها بأي مرتب عندكم زيوت كريمات بأي حجم تناسب البشرة الوجهة وبصحة والرحة وصفة تستحق تجربة وصفة قوامها رائع جداً كريمية نتمنى يا رب تشربوها وتكسبوا لي نفل أسفل كيف أجدتكم اشتركوا في القناة وتفعلكم زر الجرس ونشوفكم فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة